السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم قراءة للصف الثالث الابتدائي موضوع الديك والثعلب الماكر صفحة 45 هي وتمارينة الديك والثعلب الماكر رأى ثعلب ديكا يقف على غصن شجرة ففكر في حيلة ليأكله وقف الثعلب تحت الشجرة وقال للديك مرحبا يا صديقي لقد تبت فلن أكل الدجاجة أريد أن أسمع صوتك الجميلة انزل والعب معي قال الديك أيها المحتال تريد أن تأكلني كيف أصدقك وأنت عدوي قال الثعلب هل سمعت الخبر الجديد؟ قال الديك وما الخبر الجديد؟ قال الثعلب اتفقت حيوانات الغابة أن تعيش بلا عراك الكلب لا يطارد القطة والقط لا يأكل الفأرة والذعب لا يؤذي الغنم والثعلب لا يعاد الدجاجة قال الديك هذا كلام جميل سأنادي كلاب القرية لتلعب معنا ساح الديك وجاءت الكلاب تركض فسمع الثعلب الماكر نباح الكلاب فولى هاربا هسا نأخذ معاني الكلمات يلا عيني معاني الكلمات هذا يحفظ هنا الطالب الماكر المحتال نباح صوت الكلب عراق قتال وعداوة ولا هاربا انهزم نأخذ التدريبات التدريب الأول أولا ما الحيلة التي أراد بها الثعلب أن يأكل الدجاج نقول الحيلة التي أراد بها الثعلب أن يأكل الدجاج قال انزل والعب معي قال انزل والعب معي أيها المحتال قال ايها المحتال تريد أن تأكلني فالحيلة يقول لك ما الحيلة التي أراد بها الثعلب أن يأكل الدجاج وقف الثعلب تحت الشجرة قال مرحبا يا صديقي لقد تبت فلنا أكل الدجاج أريد أن أسمع صوتك فالحيلة يقول لها لقد تبت فلنا أكل الدجاج قال أيها المحتال تريد أن تأكلني شون أصدقك وأنت عدوي اثنين لماذا لم يصدق ديك كلام الثعلب لأن الثعلب ماكر ومحتال تكتبون هنا لأن الثعلب ماكر ومحتال لماذا ولا الثعلب هاربا لأنه سمع نباح الكلاب لأنه سمع نباح الكلاب تدريب الثاني يقول لك ضع لا يطارد لا يؤذي لا يأكل لا يعادي في الفراغات المناسبة لها زي هسا نجي على الكلب شنقول لا يطارد القط نقول الكلب لا يطارد القط والقط لا يأكل الفر والقط لا يأكل الفر والذئب لا يؤذي الغنم والذئب لا يؤذي لا يؤذي الغنم والثعلب لا يأكل الدجاج الكلب لا يطارد القط والقط لا يأكل الفر والذئب لا يؤذي الغنم والثعلب لا يأكل الدجاج نجي على صفحة 48 هنا عندنا الإملاء المنظور هذا لازم تحفظوه والمعلم أو المعلمة يردلكم إملاء بهذا الإملاء المنظور سأنادي كلاب القرية لتلعب معنا صاح الديك وجاءت الكلاب تركض فسمع الثعلب الماكر نباح الكلاب فولى هاربا تدريب الثالث اقرأ ثم اكمل نباح الكلب ينبح نقيق الضفد الضفد ينق صياح الديك الديك يصيح عواء الثعلب الثعلب يعوي نقول الثعلب يعوي تغريد البلبل البلبل يغرد البلبل يغرد زئير الأسد الأسد يزأر نهيق الحمار الحمار ينهق طبعا ينهق هذا فعل مضارع صحيح للحصان الحصان يسهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر